حما سعال فقدان لحاسة الذوق والشم كلها أعراض تشترك فيها العلف الوزن الموسمية وكوفيد-19 ومع انطلاق موسم التلقيح يطرح التساؤل حول ما إذا لقاح الإنفلوانزة يحمل مواطنة من أعراض كوفيد-19 بحكم أنها نفسها حقيقةً، لماذا نحب بنا الناس لكي يفهموا لكي لا يكون هناك ارتداء بين الانفلوانزة والكوفيد هو ممكن أن يكون لديه نفس الأعراض وكل شيء ولكن هذه الحملة تلقيح ضد الانفلوانزة الموسمية ستحميه من المضاعفات تلقيح الموسمية ماشي تعالكوفيد، الكوفيد لحد الآن ما زال ما لدينا تلقيح ضد الكوفيد عمل الصحة، أصحاب الأمراض المزمنة، كبار الصن، النساء الحوامل، وأصحاب الوزن الزائد هم الفئة المعنية بضرجة أولى بالتلقيح ضد الانفلوانزة الموسمية هو رحو للناس المسنينين 65 سنة وما فوق هم الناس اللي عندهم أمراض مزمنة أمراض القلب، أمراض داء سكري، أمراض الشريان، السرطان السمنة، الناس اللي عندهم يعني زيادة في الوزن هم يعني يسون كونسرنين بغلوانزة عندنا المرأة الحامل في كل أطوار الحامل الصحة ونحن نصحوا للبرسونيل الصحة على خطر البرسونيل الصحة رح يدير رح يقدر يتفادى يعني يكونوا في صحة جيدة باش كي يعلجوا تزايد في عدد الإصابات بفيروس كورونا بالجزائر تزامناً وفترة انتشار الانفلوانزة الموسمية التي تحمل نفس أعراض كوفيد-19 قد يخلق قلقاً لدى الجزائريين لهذا يجب اتباع الإجراءات الوقائية